هنا هروح لدكتور منصور وأسأل على مسألة البرامج والكليات والتخصصات اللي تبقى موجودة في الجامعة يعني حضراتكم عندكم في بني سويف الجامعة الأهلية بتاع بني سويف وبالتالي لها تخصصاتها ولها كلياتها وزا ما شرحاني دكتور جمال تخصص التخصص أو التخصصات البيانية بما يتفق مع متطلبات العالم ولا متطلبات مصر بس اللي اتنين حلو قوي يعني خليني يبتدي الأول كده أهاني ابناءنا الطلاب الثانوية العامة نجاحهم وهما محظوظين جدا يعني أكتر مننا لأنه يعني لو بصينا في التعليم زي ما حاول كنت بتتكلم احنا فيه أربع أنواع دلوقتي من التعليم في مصر وده تطوير يعني لم يسبق أنه يحصل في أي فترة سابقة احنا كان قدامنا مسار تعليمي واحد اللي هو التعليم الحكومي دلوقتي عندنا جامعات حكومية عندنا جامعات خاصة عندنا جامعات تكنولوجية عندنا جامعات أهلية عندنا جامعات انترناشنل أو شراكة دولية فكل أنواع التعليم متاح ده تطوير ورؤية الدولة وده ما جاش من فراغ ده جاب دعم كبير قوي من القيادة السياسية يلبي جميع رغبات ابناءنا من خارج السياسية العامة النوع اللي بنتكلم عليه النهار ده اللي هو الجامعات الأهلية جامعات الأهلية أنا مش عايز أقولك يعني حلم أن ما كنتش متصور أن ده يحصل ده يدل على أن دولتنا الدولة قوية الحداشر كلية أو الحداشر جامعة اللي حيبتدوا يفتاتوا حسنا دي تشغيلهم جامعات أهلية حجر الأساس أنا لن أنسي هذا اليوم يعني في واحد واحد عشرين تخيل حضرتك دلوقتي عندنا حداشر جامعة بالإضافة إلى الأربعة السابقين كل جامعة فيها حوالي من عشرة مباني على الأقل تم تكملتها بنسبة أكتر من تسعين في المية وهتشتغل السنة دي وزي ما قال الدكتور جمال جامعات زكية أو من الجيل الرابع ده إنجاز ده يدل على قوة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم فإحنا دولة لما بنريد حاجة بنحققها وقد كان السنة دي هنبتدي بـ 11 جامعة أهلية الجامعات الأهلية برضو عشان يبقى حديث في الصورة هي جامعات حكومية بمصاريف اللي تبغي الربح دي نقطة مهمة جدا جدا وأساسة غير هدفة للربح غير هدفة للربح والجامعة دي لها أهداف كثيرة جزء اقتصادي وجزء ديموجرافي وجزء أكاديمي اقتصاديا الجامعات دي احنا طبعا زي ما قال الدكتور جمال متعاملتش من فراغ اتعمل دراسة لكل الأماكن الأعداد احنا عمليين الخطة دي على 20-50 يعني متمشي مع 20-32 و 20-50 اتعمل دراسة ومسحة على جميع أنحاء الجمهورية ايه العدد أعداد المتوقعة المطلوبة اللي هتبقى في الوقت ده حضرتك احنا دلوقتي عندنا حوالي 3 مليون ونص طالب احنا بنهدف بعد 10 سنين حيب عندنا 5 مليون طالب طيب الطلاب دول متوزعين ازاي 75% جامعات حكومية 6 و 8 من 10 جامعات خاصة الباقي معاهد فنية او تكنولوجية او اهلية الجامعات الاهلية يعني تتميز بانها الدراسة فيها مجالات مش كليات يعني برامج بينية وعابرة التخصصات ممكن يبقى اكثر من تخصص تلبي احتياجات المجتمع المحيط والمجتمع المحلي والاقليمي متميزة عالميا ومحليا واقليميا وده مهم جدا انا ما ببصش على انه يبقى متميز داخل مصر لا ازاي ما هيك قلت انا عايز خريج لسوق العمل المحلي وبالعكس عايز اغزه الاسواق الاخرى ونرجع زي ما كنا في الخليج وفي افريقيا فاختيار البرامج معمول بدقة وملبي احتياجات العمل وسوق العمل المحيط في كل محافظة كان الحداشر جامعة اهلية فيه حداشر محافظة متوزعين يعني بطريقة يعني جورافية مدروسة جوه هزي البرامج برامج اللي هي بينية بين اكثر من تخصص اتنين او ثلاث احنا ان شاء الله السنة دي في جامعة بنسويف احنا عندنا في بنسويف محافظة محظوظة جدا فيها جامعة حكومية وفيها جامعة تكنولوجية وفيها جامعات خاصة وفيها معاهد خاصة وفيها جامعة اهلية فاحنا يعني بنفتخر ان احنا عندنا كل هذا النوع من التعليم وغالبا معظم المحافظات يعني فيها هذا او اكثر من نوع من التعليم طبعا ده مفيد جدا والجامعة بتدعم كجامعة حكومية بتدعم الجامعة التكنولوجية وبتدعم الجامعة الاهلية بالعمل البشري وده مهم جدا يعني كل الامكانيات يعني متاحة للجامعة الاهلية زي ما برضو ما هيكتب عارف ان الجامعة الاهلية والجامعة الحكومية الجامعة الاهلية جامعة منفصلة اداريا وملين لكن متصلة اكاديميا يعني احنا فيه الليحة واحنا بنحطها فيه تواصل وتجانس بين الجامعتين يعني بحيث انه يعني مكملين لبعض وفيه تبادل منفع يعني فيه حيحصل فيه رواج بين الجامعتين والاتنين مستفيدين والاتنين بينجحوا بعض